حياكم الله يا شباب معكم حارب الصحراء في فيديو جديد قبل كل شيء يا شباب زي ما عودناكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ونشر الفيديو اللايس لكم وخلونا نبدأ طبعا اليوم قايجن نزلوا في الوب حقهم اللي هو أخبار عن تعديلات راح تصير في طلقة اللي هو الابتشي أو الابسي بي سي طبعا الابتشي معروفة إن قال عنها الابتشي أو الابسي بي سي الطلقة اللي يكون فيها تين تي بمجرد أنها تخترق المركبة راح تنفجر الطلقة هذو وأكيد الغلب يعشق هذو الطلقة ما في أحد يلعب اللعبة ولا قد استخدم هذو الطلقة أو يحبون على غلب اللعبة طبعا الخبار هذي زي ما تقولون مفرحة وفي نفس الوقت محبطة راح نتكلم وش المفرح فيها وش المحبط فيها طبعا الطلقة هذي معروفة يا شباب الابسي بي سي أو الابي تشي طبعا في الواقع يتكلمون عنها هنا في الواقع أو راس الطلقة بمجرد أنها يخترق أي مركبة الطلقة ينفجر منها أجزاء يبقى الراس لكن في اللعبة زي ما تشوفون بمجرد أنها تخترق المركبة وسيصير تنفجر كامل الطلقة وبكذا يعني تدمر المركبة لكن الطلقة الراس ون يروح مايرو في أي مكان ينفجر مع الـ 10T طبعا هنا راح تكون في تعديلات الطلقة زي ما تشوفون طبعا هذي الطلقة اللي هو اللي قدامكم هنا اللي تشوفونها هي طلقة الـ 75 ملي لطلقة الشير من 61 نعتقد زي ما تشوفون هذي أجزاء منها الأجزاء الصغيرة هذي الـ 10T زي ما تشوفون اللي فوق الراس الراس سليم الراس سليم هذا بعد ما تخترق الطلقة وشي يبقى منها يبقى منها الراس الراس طرعا ما ينفجر الراس يبقى زي ما هو يعني هو زي ما تقولون يخترق ما هذا حق اختراق بس ما يكون فيه 10T الـ 10T يكون في بطن الطلقة ما يكون في راس الطلقة لا يكون في بطن الطلقة وزي ما تشوفون يبقى فيها الراس لكن البطن الطلقة راح ينفجر لكن هنا يتكلمون ان راح تكون في تعديلات للطلقة نوعا ما هي زي ما تقولون باث في نفس الوقت النيرف النيرف يعني هذا التبقية في الطلقة والباث هو تقوية الطلقة طبعا هنا زي ما تشوفون الرسمة هذه ترى هذه في الواقع الرسمة هذه زي ما ج由 من الطلقة مجرد انها تخترق ون يكون الانفجار ما يكون عليشكل دائرة لا الطلقة هيكون انفجارها يميني سار الاختراق يكون امام وزي ما تشوفون ما تكون انفجار طلقة على شكل graphical هيا يعني كامل لا يكون علي زوايا معينة الانفجار طبعا هذه هي الانفجار ويكون يمين يسار والاختراق يكون امام راح نشرح كيف يعني طريقة انفجارها واختراقها زي ما تشوفون هنا شفتوا الدائرة الحمرة هذي يا شباب الدائرة الحمرة هذي هذي في اللعبة بمجرد انها تخترق المركبة وشيصير ينفي تنفجر طالقة خلاص كام المركبة تنعدب تنتي تشظى زي ما تشوفون هنا الصورة الثانية لتحت اللي هو بعد التعديل شفتوا زي ما تشوفون يمين يسار الامام مرة يكون اختراق الطلقة عالي ليش لن زي ما قلنا لكم الطلقة الراس حقها يبقى يعني زي المسمار يكمل اختراق شفتوا المسمار اللي في اس دي س اللي في اللعبة هو زي راح يتكمل الرح يكمل ما راح ي sideways لكن زي ما تشوفون فيه زواية معينة ما فيها انفجار اللي هي زي ما قلنا يكون نير يعني ما يكون زي على شكل دائرة انفجار وخلاص وين دات الدباب لا يكون الانفجار يمين يسار الاختراق يكون امام طبعا زي ما قلنا هو خبر مفرح في نفس الوقت خبر يعني محبط اللون الاحمر اللي زي ما تشفون هذا المرة الامامي اللي قدام هذا مرة الاختراق وزي ما تشفون مرة بف قوي يعني ترى ويميني صار نوعا ما شوي الجوانب اللي هو على زوايا النوعا ما يكون اللون الاخضر والاصفر هذا ما يكون فيه انفجار على عكس الصورة اللي قبل الصورة القبل اللون الاحمر هذا قبل هذي فوسط اللعبة حاليا زي ما تشفون هذا في اللعبة حاليا تدخل طلقة انفجر يعني عموم الطلقة خلاص تين تي طبعا هنا معطينا صورة تفصيلية زي ما تشفون اللي هو التايجر طبعا هذي بس ختم طلقة اللي اسيو السبعة وخمسين اللي هو الروسية اللي هو الابت طبعا هنا السهم اللي صار اللي هو القبل شفتو اذا حين بس حبها يمين راح تشوفون كامل اللي هو القبل طبعا هذا قبل يا شباب شفتو هذا قبل يعني نوعا ما تين تي دمج الكرو وزي ما تشوفون هو تشظة أو يعني طلقة يعني تشظت طبعا ساسحبها على اللي صار اللي هو السهم طبعا هنا بعد التعديل شفتو هذا بعد التعديل شفتو الكرو السائق والرامي شفتو الانجين هذا بعد التعديل زي ما قلتكم الرأس يكمل الرأس ما ينفجر يروح الدرايبر والقنر وطلقة تكمل يعني تكمل على الانجين هذا قبل لكن معدلة تين تي زي ما تشوفون يا شباب يعني تشوفون الكرو بنص سليم يعني ونص مرة يعني حتى ما تدمج لكن هنا لو أسحب السهم يصار شوفون الكرو أغلب تدمج لكن حتى الانجين سليم لكن يعني نص الكرو مدمج نص الدباب مدمجة طبعا ننزل تحت للتوضيح بزيادة طبعا هنا طلقة مستخدمين طلقة تايجر تايجر ضد تايجر يعني مستخدمين طلقة تايجر اللي هو الإي بي سي بي سي رامين الكابولة اللي هي فتحة القائد أو الفتحة القائد طبعا هنا زي ما قلنا راح نسحب يمين اللي هو القبل طبعا هنا هذا قبل شفتو بمجرد انك ترمي على كابولة التايجر تين تي وش يصير تين تي راح ينزل تحت صح ولا لا لكن بعد التغير وش يصير ما راح يصير زي اول راح يكون فقط القائد هلي راح يموت وراح يكون خارج الطاقة طبعا هذا بعد لكن قابل ما سيصير قابل اول يوم تضرب الكابولة التايجر او T54 او T55 او T34 او T29 الدبابات هذي اللي فيها كابولة ضعيفة و اللي تكون طالقتي ما يكون اختراقها عالي دائم و نرمي الكابولة ليش لانش اللي طاقم الكامل يعني انهي الدبابة كامل على سبيل المثال تايجر 1H و النرمي دائم بالعادة نرمي الكابولة او تايجر 2H نرمي في الكابولة لكن بعد التغيير او بعد تعديل الطلقة وش يصير ما عاد يصير شي خلاص يصير زي ما تقولون نيرف ما عاد لها ايف هايدة يعني التايجر خلاص يصيرها زي البوف او زي بعض الدبوات يصيرها زي البوف والطلقة هذي يصيرها زي النيرف زي ما تقولون زي ما قلنا هذي التعديلات اللي راح تصير في طلقة الABC و نوعا ما هي اخبار صارة و اخبار محبطة و زي ما قلنا تراهو يا شباب تصويت في هنا تصويت اللي هو يحطين البول تقدر تصوتون اذا تبغون تغيير هذا يصير او لا او تبغون نزلنا تصويت اللي هو انك يكون التغيير زي ما تقولون ينزل في ديف سيرفر ديف سيرفر اللي هو سيرفر التجربة فقط يجربون شفون اعجب اللعبة او لا قبل ما ينزلونه بشكل عام او انكم ترفضون الفكرة هالي طبعا زي ما قلنا هذي فكرة من قايجن و انا شوف انها الصراحة حلوة و لا بعث بها يعني الصراحة نوعا ما ممتازة لانطلقات الABC في اللعبة شوف انها مرة يعني قوية و مجرد انها تخترق الدبابة او خلاص تنفجر وتشلك الدبابة كاملة حتى مرة تضرب على محرك الدبابة ينهي الدبابة كاملة يعني الطاقة مرة بعيدة فانا شوف التعديل هذي حلو مرة و اشوف انها يعني الصراحة انه ينضاف افضل يعني مرة ممتازة او غايدخل ويب ويعرف اكثر او يشوف التفاصيل راح احط لكم الرابط تحت في الديسكريبشن او في الكومنت زي ما قلنا لا تكسرون في اللايك والاشتراك في القناة اشتركوا في الفيديو والله يسعدكم ان شاء الله نشوفكم في فيديو واخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته